مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غدين اقترح عليكم في غاتو غلاسي افريكانا بغلاس جلامع ورائع وسهل تماما كيفما كتشوفوا في محلات لبيع الحلويات فغدين حضرو هاد الترطة بطريقة سهلة وبسيطة وغدين ديروها بلاجينواز رواد بسكوي جو كوند فمع عليكم إلا تتبعوا الوصفة وشكرا كي نحضر الابراي انجليس ديان لنحتاجه واحد لتر ديال الحليب نضيفه على الكاسرونة ثم نزيد عليه مئتين وخمسين جرام ديال الساني دا ونحاول نخلط اهدو العناصر مع بعضياتهم انتا نحس بديك الساني دا بدات كالدوب ونخلط الحليب مزيان ونخليه واحد شوية حتى كي يسخن ونحس بيدفا ونضيفه ونضيفه غير واحد الكمية قليلة على الجنضف ديالي او اصفر البيض وفي نفس الوقت نحرك العناصر مزيان ونرجع الكيمياتي على الحليب اللي بقى تفوق النار باش اغلالينا ونحن نحرك جنضف ديالنا مع الحليب مزيان تكي يعطينا واحد الفقاعات او الكشكوشة ونحن نتسنى الحليب اغلالي ناخد واحد الاناء فيه الماء اللي سنضيفه فيه الوريقة التالي الجيلاتين ونحاول نضيفه ورقة بورقة اه ما نحاولوش نحطو اه الوراق كاملين في دقة لانه غدي يفضل لنا واحد الوقت كتير باش يتلقوا لنا او او يمكن ما يوصلش لما اه الجوانب ديال دوك الوراقات ديال الجيلاتين فمن الاحسن نضيفه ورقة بورقة الان بعد مغلالي نحليب غدي نزيد عليه اصفر البيض اللي وجدنا قبل ونضيفه تدريجيا مع التحريك باش ما تتحركش لنا داك جنضف ديالنا ونبقاو نحركوا الاباراي مزيان من جميع الجوانب تكي نبدو نحسو الاباراي بدا تكتشد فرصها وتحركت لنا مزيان كنتمنى تجربوا هذا القطو اللي غدي نجح معاكم مية في المية الى تبعتوا هذه الخطوات اللي غدي نعطيكم في الفيديو وان شاء الله اللي غدي نجح معاكم مية في المية كنت نأخذها بالجيلاتين وكنستقطروها من الماء وكنضيفه على الاباراي وكنحركوا كل شي مزيان حتى نحسو بلك الجيلاتين داب لنا واتخلط مع الخليط مزيان وكنحيدوا كل شي فوق النار ودائما مع التحريك وكنبقاو نحركوا حتى نحسو بالعناصر نساج مبيناتهم ومباشرة نضيف الاباراي على الشوكولة وهي سخونة لكي يمكن لها الدوب لنا الشوكولة وكنحاولوا نقسم الاباراي بالتساوي بين الشوكولة البيضاء والشوكولة السوداء وممكن إذا كان لديكم الميزان في الدار تعبروا الاباراي لكي يجدك شي بالتساوي او كيف يمكنك عينك الميزان ونبدأوا نحركوا العناصر كاملة مع بضياتها تكدوا بالشوكولة مزيان ونحصلوا على الاباراي انجليز كيف ما كندير الشوكولة بيضارة كنديرها كذلك الشوكولة نوار وبالنسبة للشوكولة من الأحسن تستعملوا النوع الجيد لكن ممكن تستعملوا أي شوكولة بغيته او كتوفر عندكم او اي ماركة على حسب القدرة الشرائية دي الكل واحد بعد ما وجدنا الاباراي انجليز دينا غادي نخليوها تبرد مزيان عاد نخدمه بها نأخذ الآن الكريم فراش اللي سنخلطه مع الاباراي انجليز دينا وبالنسبة للطريقة لتطلع الكريم نطلعه غير نصلاح ونحاولوش نطلع الكريم تكيشد فراشه غير واحد شوية وكذلك تحسو به باقي ما تطلعه مزيان نأخذ ال�اباي انجليز دينا اللي بردولينا وبعد ما طلعنا الكريم نصلاحه كيف ما شفتوه تنضيفه بالتساوي بين الاباراي شوكولة نوار و الاباراي شوكولة قبلو بالتدريج حتى نساليه لا كريم و نضيفه على مراحل و نحاولو نحركو غير بالطراب اليدوي باش ما يقصح شلينا الكريم و ما يتعقدش لينا و ما تطلعش بزاف دائما نخصها تبقى لينا عكس عكس الى خلطناها بالطراب الكهربائي فكيزيد يطلع و كيعقد بهذه الطريقة كتبقى كريمي و ارتباء و سهلة في الخدمة ديالها من اللي سوف نضيف القطو ديالنا كتبقى سهلة ان شاء الله المرحلة الثانية في القطو ديالنا اننا سوف نوجد الكروكو او الطبقة المقرمي شاء اللي كتعجب جميع الفئات من الناس و كنحتاجوا فيها ثلاثمائة جرام ديال الفيشينغ و ممكن تعودوها باللوز اه و كذلك اه كنحتاجوا فيها ثلاثمائة جرام ديال براليني او املو و كنحتاجوا فيها ثلاثمائة جرام ديال شوكولة بيضاء دائبة كندوبها و اخيرا ثمانين جرام ديال الزيت و كنخلطوا كل شيء مزيلا مع بعضهم وهي الطبقة المقرميشة ديالنا اجدت. و الان وصلنا للمرحلة فاشغادين منطول قاطو افريقانا ديالنا في قادر للحجم دياله 60 على 40 و هذه الكمية ديال المقادير يمكن لكم تنقصها حسب الحجم ديال قاطو اللي بغيتو فانا استعملت هذا القادر للحجم دياله 60 على 40 ثم كنزيد الطبقة المقرميشة على الجنوة الشوكولة اللي ديجا وجدنا في فيديو السابق و كنصرح الطبقة مزيان على جميع الجوانب ديال القادر بالتساوي وبالنسبة الاخوان الاخوات اللي ما زال ما شافوش الفيديو ديال الجنواز غاد نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف و يمكن لكم تستعملوا بسكويت جوكون دعيوات الجنواز بالنسبة الاخوان لي ما كيخدموش بلا جنواز فكذلك غاد نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف. الان تنضيفوا الكريمة كطبقة ثالثة بعد ما ضفنا لجنواز كطبقة اولى ثم الكروكو كطبقة تانية و نصرح الكريمة ديالنا على الكادر و تكون تساوية و مقادرة فمن الاحسن تاخدوا الوقت ديالكم تتقدوها. فراكي تعتبر هذا القطو من اسهل القطوهات اللي ممكن توجدوها في المنزل احتى الطريقة دياله في تحضير سهلة و بسيطة. تناخدوا الان طبقة ديال جنواز شوكولة و نحاولو نقادوها من الجوانب ديالها و من الحواف على الكادر. المرحلة الاخيرة في الكادر هي اننا تنضيف الكريمة شوكولة كطبقة اخيرة و غنسدو بها الكادر. ثم تناخدوا القطو وتنحطوه في المجمد او الفريقو لمدة اربع ساعات على الاقل. و من الاحسن و في النظر ديالي تنخليوا الليلة كاملة في المجمد عاد نخدمو به. ديبوس النار مرحلة فشادي نوجدو قلصاج نوار لامع وسهل جدا. تنحتاجو فيه ميتين وخمسين جرام ديال ناباج زائد اربعين جرام ديال الماء و نحركو. و نحركوهم مزيان فوق نار مهيلة ثم نضيفو عليهم اربعين جرام ديال بودر كاكاو و اللي ديجا غربلنا ثم نحركو كل شي مزيان و دائما فوق نار مهيلة. و نخلي جميع العناصر تكت غلالينا و نضيفو عليها جوج اوراق ديال الجيلاتين. اللي اللي هم يطلقو في الماء و نحركو كل شي دائما فوق النار. و من اللي يطيب لنا الغلاساج ناخدو واحد صفايا و نصفيو بها غلاساج. ثم ناخدو واحد صفايا او بلاسيك غدائي و نضيفو به الجلاساج بها الطريقة اللي كان دير ثم تنخليو ابرد مزيان عاد تنخدمو به. من قبل حيث الكادر القطو ديالنا و قسمته على جوج. و النصف رجعتو المجمد و النصف الآخر سنخدمو به كيفما سيتتابعو معنا. و ناخد الآن الغلاساج نوار اللي بريد مزيان و حركناه. نضيفو على القطو ديالنا بطريقة عادية و سهلة و نحاول و نسرحو على القطو كامل. الآن ناخد واحد السيكين و نقطع الحواف ديال الجواني بتاع القطو كي يعطينا واحد الشاكل مقعد او جداب. و قبل ما نسألابود دائما نسخ الموس ديالنا قبل ما نقطع به اي قطو يأما بشاليمو او نسخ المسخون. وبالنسبة ما كنت توفر عنده شاليمو فمن الأحسن يسخ الماء و يقطع به. فالماء الساخن كافي. لكي تقطع اي قطو عندك. سنحاول نقطع من هذه القطعة اللي عندي قطو مع طرنش دياله او مصوات صغر. هذا هو الشكل اللي كي يجينا به القطو افريكانا اللي سهل و بسيط لف طريقة ولا احتف تحضير و كذلك المطاق دياله رائع. سنبدأ الان نقطع الطرنش من هاد القطعة. كيف ما يمكن لكم تقطعوا باي طريقة او الشكل اللي بغي تدوك المصوات ديالكم. يام تلتين يا مربعين يا كل واحده والشكل اللي بغي. بعد ما قطعنا على الطرنش ديالنا كي يجيونا به تشكل على طبقات متساوية ومثينية. وفقط غدين الان. نزوقوهم بحبيبات من اللوز. وانتم ما يمكن لكم تزينو الطرنش ديالكم باي طريقة كتحبوه. واخيرا نصلنا للمرحلة الاخيرة في القطو افريكانا اللي غدين فينو فيها الطرطة. وبالنسبة تزين كيف ما كنقول لكم دائما على حسب كل شخص وشنو كيتوفر عندو في المنزل. او الابداع ديالو. فما عليا الا انصحكم باش تجربو هاد القطو لحقاش انا متأكد باللي غد يعجبكم وبزاف. فإلى عجبكم الفيديو والقطو ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم فخليولي ارائكم حتى وحتى الوصفات اللي بغيتوا نحضرها مع بضياتنا في القناة فاخليت لكم الراحة الى فيديو جديد فما سلمان.